عنديك خبز البيت في الدار وماكيش حبها ترميه اليوم ان شاء الله نعطيك واحدة دبيرة او فكرة بزف مليحة كوش بتغداء ولا عشاء اول حاجة تكون عندنا باقي تطع خبز ولا زوج صبحين بيتين ما نرميه ومش نقطعهم اطراف صغيرة بهذه الطريقة بعد نجيبه مقلة ندلو فيها شوية زبدة كما كنتشوفو ندهنو مليح هذيك المقلة جيدا بالزبدة بعد نجيبه هذك الخبز تعنا نحطوه كامل في المقلة بهذه الطريقة وبعدها نضغط عليه بيدي يعني كطبقة وبعد من جهة اخرى نجيبه ريسي بلون لصحن صغير غميقة كما هذين ندلو فيها الحبات مع كاز صغير ربعون تاع الحليب ونضيف لها ايضا شوية المعدنوس ونتبهلها هنا بالملح والفلف اللكهل شوية تاع الكوركم تقدروا ديروا انتوما فلفل احمر المهم التوابل اللي ديروهم في البيض كما تحبو نخلطو جيدا هذ المكونات من بعدها هنا رح نجيب لالوش نجيب لالوش ورح نضيف هذا الخليط البيض والحليب على هذيك الطبقة انت على الخبز الصابح بهذه الطريقة نشمخها كامل والنار تكون قليلة نحطوها على النار والنار تكون قليلة مانبا زوج دقائق نعود ونقلبوها لانه راهي في ساعة تتحرق لكم ومن بعدها هنا عندي سوستامات قدرتوا ما تخدموا الموجودة في المحلات ولا هذي انت على الدار عادي تخدموها في الدار كما تحبو قدرت لنا سوستامات لدي شو زيتون أخضر قطة عندي ايضا فرماج باتنات تشيز دائما نخدم به ونحن راح ترميوه ايضا هذا الخبز حاجة مليحة ايضا عندي هنا طن تطمت قدروا تدريوها الزيت المهموش عندكم وعندي ايضا الفرماج هذا ونغطي عليها ونخليه حتى الفرماج تعنا يذوب وذلك الساعة نرجع لكم في الاخير مع النتجة الاخيرة اذا هذي اذا بغيت ترمسها مع كامل تفاصيلها راح تلقوها في قناتي في اليوتيوب شاف صراح البتني ما قدرتوش تلقوا قناتي راح تلقوها الفوق في الانسينيت على انستغرام الفوق في التك توك هي والانستغرام ما تنسوش تدعموني بحركة الاكسبلور وتبعتولي ايضا اراءكم لانهم يهموني بزاف وتبعتولي تطبيقاتكم في المجموعة تعيي في الفيسبوك صراح البتني ما تنسوش تدعموني في قناتي الشاف صراح البتني اذن هذي ايضا افروا حكم شاهدكم بصحاب اطلقوا في عد اخر سلام السلام ترجمة نانسي قنقر